وصفتنا لليوم ألذ صينية شاورمة بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة لازم تجربوها قسمت صدور الدجاج بهذا الطريقة شرايح أضفت عليه عصير برتقال وعصير الليمون وزيت الزيتون استخدمت خلطة الغربي بهارات الشاورمة الدجاج تعطي لشاورمة الدجاج ريحة وتتبيلة رهيبة أضيف عليها كمان رشة ملح وأقلبها وأدخلها التلاج لمدة ساعتين حبدأ أشوح الشاورمة وأقلبها على النار لحد ما تاخد لون في صينية الفرن هضيف بطاطس مقلية والشاورمة بعد ما قلبتها وكمان بصل والمخلل أو الطرش وأجهز الصوص كريمة طبخ وجبن سائل وقشطة واستخدمت خلطة الغربي بديل مكعبات الدجاج وأقلبها مع رشة ملح هنزل عليها الصوص بهذا الطريقة ورشة من الجبنة وكمان رشة من السماق وأدخلها الفرن لبدة 10 دقائق وخلاص كده شاورمة نصارة جاهزة ما أوصف لكم ريحة أو طعمة وبالعافية عليكم لازم تجربوها